كثير من العالم كانت تعاني من قصة كان ينفو بطابور من موظفين مالية وكان دائما يسكر الساعة 12 السندوق وهذا كان مشه كبير عند العالم اليوم هلا كيف عملية المعاملات بالنسبة للنقل الملكية للموضوع الفراغ للجل الترخيص كيف صار عملية الدفع الدفع بتم الكترونيا عن طريق الجوال أي إنسان بيملك حساب بالبنك عن طريق الجوال بيدفع الأرسالية اللي بتم قطع بالموديلية النقل أو هو بيقطع بنفسه في حال ستديد الترخيص دفع الكترونيا يعني ما في دفع مادة بالصندوق أو مصندوق ما في نهائيا وهيك بالحالة هيك لعت فيه مثلا يأخذ منهم موظف الزيادة أو يتقادر هلا مثل هي مثلا أحد المعاملات هي مثلا مثلا عم تشوفوا هي عملية نقل ملكية عم نشوف المبلغ الأخير كله 15 و 150 ليرو تماما فقط لغير هدول بندفعوا عن طريق الجوال الكترونيا يعني ما في موظف يأخذ منك صندوق أو كذا إلى آخره وما في وقت محدد يعني يعني طالما وجود الموظف فيك تدفع وحتى بعد كمان ومغادرة الموظفين فيك تدفع يعني تماما هلا مثلا هي الإرسالية تم دفعها على الجهاز كيف تطلع عنه هي مدفوعة هلا في حال هو بعد ما دفع 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 المعاملة وجود رسوم المعاملة الكترونيا لا معاملة الكترونيا إن كان للترسيم أو لفراغ أو لنقل مركيز ورسي أو لكل شيء كان صار دفع الكترونيا نحن هلا قدمنا طلب نحن هلا هي فراغ هاي معاملة فراغ قدمنا له طلب حجوزات نزلنا له الوسائق طبعا الإسعار المصرفي هلا نحن نعطيه عملية تبحث وقته تدفعها هاي الكترونيا نعطيها من اطبالها ونعطيها هلا منفوت على المعاملة هلا مثل ما شفنا هون تنظيم إرسالية هاي نظمنا الإرسالية هي نفسها هاي هلا هون صار دفع الكترونيا تم ازدد تزديد الكترونيا عن طريق البنك هلا نحن فتنا على المعاملات الوسائق ومنطباله عقد نقلة ملكية منبصمه وبيمشي حاله لأخد رخصة سير في سنة تمليك هاي هيك عم نشوف الحالة صار فيه ما عاد شيء تواصل بشري أكتر لا تواصل بين المواطن وأمين الصندوق مثلا كان سابقا أو ازدحام أو كذا إلى آخر وصار مجرد أنك تملك حساب بالبنك تملك حساب بالبنك بتدفع لبدك بأي لحظة من لحظات هلا اليوم في موضوع دراجات النارية هو مشكلة كبيرة جدا ويعني إشكالية في كتير ناس دراجات النارية هي مثلا مهربة مالها ببطاقات ميكانيك وشايف موضوع البنزين نصارش أي شخصة طريق الرسالة هلا سمعنا في أمر إداري من محافظة طريق دمشق من نسبة دراجات النارية لحتى تقدر ياخدوا هنال صاحب الدراجة النارية يقدر ياخد مخصصات من البنزين حتى لو ما كانت هاي دراجة إلى عائلية شو هو لقابر الإداري؟ أستاذ الكريم تم تشكيل اللجنة عن طريق الصيد المحافظة برئاسة معاون مدير المنطقة على مستوى محافظة طريق دمشق بكل المنطقة معاون مدير منطقة رئيس اللجنة وتسمية منذوبين من مديرية النقل ومديرية التجارة الداخلية وشركة المحروقات وممثل عن الوحيد الإداري المتواجد فيها المنطقة مهمة هذي اللجنة سفتح سجلات لكافة دراجات المهربة غير نظامية وغير مسجل لمديرية النقل تقوم اللجنة بكشف على الدراجات وتزويدها بإشعار لاستلام بلاك معدني وبناء عليه يتم تزويده بطاقة بلاك معدني يعني نمرأ؟ لا لا بلاك مو نمرأ بلاك معدني ضمن مواصفات الدراجة رقم الهيكل والمحرق وبناء عليه يعطى بطاقة مؤقتة ليتمكى من حصول المخصصات البنزين هلأ بالنسبة لفحص السيارة نحن نطلع عليها من تحت إذا فيه شي قص بالشاسي إذا تجي سيارات نزور بكون مقصوصة منراقب لحنا هاي السيارة موديل 83 طبعاً فيه اهتراءات هاي التصريح هاي طبيعية نحن نشوف إذا فيه قص بالسيارة هون منراقبها ما فيه قص الشاسي لكو كامل متصل وهو من الجهة التانية الليميني كمان كله متصل للأخير فلذلك هون نحن أمننا أن السيارة مو مقصوصة بس هاي تحتها تنشوفها بالرنبة إذا فيه قص أو لا بعدين نطلع لفوق اللي احنا هلأ شارك السيارة بعد ما شفناها من تحت قص ما فيه إن شاء ما تكون السيارة مقصوصة من العفية ما فيه قص تحت نيجي بعدين لهون هاد رقم الشاسي تبعه أساسي وهاد رقم البلاد تبعه رقم الشاسي من طابقه أساسي لنوع هيك سيارة مازدم بديل 83 والبلاك تبعه طبقنا البلاك معك هنيك أمورها تمام سيارة نظيفة رقم المحرك كمان شفناه نظامي أساسي هل تصير حالات شيئين يوم عم تلقم تطبطوا حالات سيارة؟ أحيانا أتي بتيجي فيه سيارة حالي مزورة فورا تحال على الطعون نكشفها فورا بنحط عليها ملاحظة السيارة بتكون مزورة شون عملية بتاخدوا أنتو رقم الشاسي؟ شو الطريقة؟ هل رقم الشاسي؟ هل رقم الشاسي؟ هل احنا عنا ياها نتطلع فيه إنو هاد رقم شي اتصال فيه في منو بيجي مثلا مزور منزل تنزيل معصوص ومنزل تنزيل نحن بنلحقه من قدامه لورا كذا هاد المعدان الأساسي ليكو ما في قص كله متصل مدام نظامي أصبح منو مزورة نلحق كل هاد السيارة هاد ما في قص وقته بناخدوه على هاد الشريحة هل عملية بتتم؟ هل عملية ليكا بتتم بحطها هاد بمشي عليها هاد الجهاز الدولاب مجرد مشي عليها هايك الدولاب بياخدوه لجوع الجهاز بينشف على ضبط الفحص بالأفا يطلع هنا نزاله اول شي منحط الشريحة بالجهاز بتكون مغنطة من برا على الشاسي منحطها هون بيقرأ الحاسب للشريحة بيبين اذا كان مزور ولا ممزور الرقام الرقام كلها متجانسة ما في يعني ما في لعب مبيني متجانسة الرقام معناتها الشاسي نظيف